موسيقى في الباب هذا احنا بنا نحكي عن ال functions ال functions اللي هي دوال ايش هي ببساطة ببساطة انت في عندك كود بيسوي شغلة معينة ممكن تحتاج تستخدمه اكثر من مرة والمثال على ذلك احنا هنا وضعنا مسألة قلنا انه اكتب برنامج لادخال اسم شخص والترحيب فيه حكينا انه نام بتساوي انبوت هلو دخل لرسالة تبعتك وهنا حكينا انه انت ممكن تسوي بهاي طريقة ممكن تسوي بهاي طريقة هنا هاي كونكات تمام و هاي انت بتتبع اكثر من متغير فبتحط بيناتهم كومة فبالتالي البرنت اصلا راح تحط ال space لزيادة اما مع ال كونكات خلي بالك هذا هو ال space تمام لحاله لحاله مدام انت حطيت كومة لحاله هو بحط ال space فهنا لما انشغلنا بسعلك مرحبه شو اسمك احمد احمد و مرتين طريقة الاولى انه احمد و مدام أكتب برنامج لإدخال اسم شخص والترحيب به كيف؟ كيف؟ كيف ولكم لحان؟ ككود بظبط لكن ليس المطلوب بالسؤال لأني أقول لك أن الترحيب بالشخص نحي كيف؟ لأنني أريد أن أجيلك طريقة الفرق أو الفرق بين طريقة التباعة بالطريقة هاي والطريقة هاي وقلت لك أنا قاسد أن أضع تمام؟ فأنت ممكن تستغني عن واحدة ملا بعد أن ترى الفرق خلص سأتعلق هاي سأتعلق برنامج لإدخال اسم ثلاث أشخاص كيف ممكن أسوي؟ كيف ممكن أسوي؟ كيف ممكن أسوي؟ نحنط انكم ترى الفرق تطوير الفرق مما يحدث؟ هاي سأتعلق برنامج لإدخال اسماء سأتعلق برنامج لتها مما يحدث؟ تعالy هاً هذا الكود هاي هاي الشخص التاني هاي الشخص التالت هاي المثال ماذا اسمك ؟ احمد او بدك بالعربي هاي احمد مرحب احمد هاي الشخص الثاني حسن والشخص الثالث تعال 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 تطلع لي على الكود هذا لماذا تكرار ؟ 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 فبالتالي احنا تعرف الدالة حكينا انه عندك جزء من الكود تحتاج تستخدمه اكثر من مره تمام ؟ تضعه في دالة فبالتالي هذا الكلام انا ممكن اختصره واملوا في دالة واملوا في دالة كيف اعملوا في دالة ؟ ركز معايا بامل هنا ديف ديف جاية من ديفاين عرف اسم الدالة بنا نسميها welcome وافتح جوسين فاكرا لما قلتلك انه اي حاجة انت عندك بتحطها بين اقواص هي عبارة عن دالة انت هنا بتعرف دالة بتحط نقطتين وبتخلي هذا الكلام كله تابع للدالة بس يبقى هذا الكلام عبارة عن تعريف للدالة يبقى ديف اسم الدالة بتحط قصين نقطتين مدام حطيت نقطتين انت بتعرف سكوب فبالتالي كل الجمل بده تكون تابعة لهذه الدالة انه تعريف الدالة خلينا اكتب لك اياه بالانجليزي كمان ديفاين فونكشن ديف ديف تمام طيب هل قيت هذا الكود شغال؟ شغل لا لا اعمل حاجة اعمل حاجة اعمل حاجة لماذا؟ لان انت لازمك جزئية الاستدعاء يبقى انت بتك تعرف الدالة اول بعدها بدك تستدعيها وكم مرة بدك تستدعيها استدعي قد ما بدك يبقى هنا بنا نيجي لجزئية الكول الكول اللي هي الاستدعاء الوقت اعمل الحاجة وكنت اكتب لك اسدعاء الدالة كيف استدعيه؟ مثل دالة البرينت بقيت ازرى المنص겠다 ايه اسم الدالة انا اندي؟ ويضع القوثين هكذا استدعيتها مرة شغل ما اسمك؟ أحمر استدعيها مرة واحدة استدعيها مرة 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 تخيل انك عندك هؤلاء الأسطر تريد انك تكررهم 6 مرات وقارنهم بهذا الكلام هل تقول اسمه أحمد؟ لا هيا أحمد طلب منك اسم جديد علي طلب منك اسم جديد حسن محمد ثلاث مرة او كيف استدعيتها مرة؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة اليهم احمد علي وحسن محمد تمام؟ واضح؟ يبقى تدالة ايش بتفيدك؟ بتوفر عليك بدل ما انه انت تقعد تكرر كود اكتر من مرة تكتبه مرة واحدة وتستدعيه عدة مرات تكتب مرة واحدة والاستدعاء عدة مرة تمام؟ فيه اي سؤالة شباب؟ موجود انت عندك على الجتهب جديد تقليل نعم نعم تمام تصفة الموضوع تمام نعم تقليل نعم كمتابة نعطيها برامتر وست نعطيها مطلوب هذه الشاكل وهنا هي أحمد علي حسن محمد طب تمام فيها أي سؤال يعطيكم العالم